و اضعت إلى الدكتور قال ان هتحدث اربعة ايام في مستشفى مال اي انا بعمله ان انا مش هجب رايح فى دخلت المستشفى وتخرج بكرة من المستشفى إن شاء الله بإذن الله بص أنا يعني بص أنا أحمد العوادي عن حالاته الصحية أنا بخيره ياسمين عبد العزيز ما سبتنيش رغم الانفصال تطورات جديدة عن الحالة الصحية اللي الفنان أحمد العوادي تعرف عليها السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فماكم بصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جوال 14 برو ماكس وساحب عالمية ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة أحمد العوادي عن حالاته الصحية أنا بخير ياسمين عبدالعزيز ما ثبتنيش رغم الانفصال كشف الفنان أحمد العوادي عن تطورات حالاته الصحية خلال تصحات تليفزيونية مؤكدا أنه شعر بتعب شديد مصحوبا بارتفاع في درجة الحرارة مما استدعى لنقله لأحد المستشفيات وعن زيارة الفنان ياسمين عبدالعزيز لو رغب الانفصال قال أحمد العوادي ياسمين عبدالعزيز بنت أصول وذلك مشدين لها من البداية وبالتالي ليس غريما عليها وقفتها بجاري في المستشفى بمجرد هلماء بخبر مرضي واستكمل ياسمين حرست على زيارة منزل يوم الأول ولم تكتفي بذلك ولكن كل يوم كانت معي بصفة مستمرة تطورات جديدة عن الحالة الصحية لأحمد العوادي تعرف عليها غادر الفنان أحمد العوادي المستشفى بعد شفاه من أزماته الصحية التي لحقت به مؤخرا وقرر استكمال علاجه في منزله بعدما سمح الأول فريق التب المعالج له بالمغادرة من جانبي أكر الكاتب الصحفي خالد فرق في تصريحات لبرنامج حكايات الذي تقدمه الإعلامية نهال طويل عبر قناة صدى البلد إن الحالة الصحية لأحمد العوادي شهادت تحسنا كبيرا ومن المقرر مغادرته المستشفى أمس الخميس بعد اللي اطمانان على حالاته الصحية بشكل كامل وكشف كواليز زيارة النجمة ياسمين عبدالعزيز للعوادي داخل المستشفى قائلا ياسمين عبدالعزيز أرسلت رسالة نصية للعوادي على هاتفه للتأكل من صحة أنباء تعرض الوحكة الصحية وحينما رد عليها مؤكدا ذلك بأنه يعاني من أزم صحية قام بزيارته في نفس يوم دخوله للمستشفى وميعكس معدنها الأصيل واحترامها للعشرة التي تمتدت بينهم الأعوام طويلة من الخيانة للمرض هكذا صنعت ياسمين عبدالعزيز الود بعد التلق من أحمد العوادي تصدر السنية النجمة أحمد العوادي والنجمة ياسمين عبدالعزيز قوائم ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل على مدار الأسبوع الماضي وذلك منذ إعلان تلقاهم رسميا وحتى معاناة العوادي في أزمات الصحية وحجزي في المستشفى وعن موقف زوجاته السابقة قال أنا وياسمين عبدالعزيز حالة خاصة جدا وقصة كبيرة جدا والعالم العربي كله مهتم بينا وكان معانا قلبا وقالبا والانفصال تم بطريقة شيك طليق بينا وبحب الناس لنا وأضاف ياسمين عبدالعزيز أول ما سمعت أن دخلت المستشفى وجال التعافي الشعب الهوائية رغم أننا متطلقين بعتت لي وقالت لي كلام كتير جدا وقالت لي أنت قويس وقال لأ وهي أول واحدة قلت لها أن تعبت وهروح المستشفى روحت المستشفى لقيت ياسمين هناك أحمد العوادي يكشف سبب وعكاته الصحية كشف الفنان أحمد العوادي تفاصيل وعكاته الصحية التي تعرض لها في الأولى الأخيرة قائلا شعرته بارتفاع كبير في درجة الحرارة وذهبت للطبيب وقال لي لازم أتحجز أربع أيام في المستشفى عشان إهماله في صحتي وأضاف خلال مدخلة هاتفية لبرنامج جاحتوس في مصر الذي يقدمه لإعلامي شريف عامر على قناة مصر مساء الأربعاء أنا هو ياسمين عبدالعزيز حالة خاصة جدا وقصة كبيرة جدا والعالم العربي كله مهتم بينا وتابع أعلن النجمين أحمد العودي واسمين عبدالعزيز عن طلقهما يوم أمس الثلاثاء وذلك عبر منشورين على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حسابهما على انستجرام أعلنت الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن طلقه من الممثل أحمد العودي وكتبت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابه على فيسبوك تم اطلاق الرسم بينه وبين أحمد وبينها كل الاحترام والتأدير بدوره أعلن أحمد العودي في منشوره على صفحاته على فيسبوك عن الطلاق قائلا تم الطلاق الرسمي بينه وبين ياسمين وسيظل بنا كل الاحترام والتقدير والحب والمؤدة وتدول عددا كبيرا من جمهور النجمين خبر انفصال الزوجين معبرين عن اندهاشهم من طلاق الثناء الفني خصوصا مع عدم موجود اي بوادر سابقة للخلافات بينهم لكن الامر الاكثر مصر للجدل هي نبوة خبيدة الابراج اللبنانية لالا عبداللطيف التي توقعت انفصال الثنائي في عام عام 2024 وعلق احمد العوضي على هذه التواقعات حينها بعبارة كاذا المنجمون ولو صدقوا مشككا في هذه التنبؤات ورفضا لها تماما اول رد من ياسمين عبدالعزيز حول خيانة احمد العوضي لها نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قبل طلقها بساعات على خاصية الاستوري بموقع الصور على انستجرام ان المصرف في الحب دائما خسران حديث ياسمين عبدالعزيز عن الحب والطيبة واعلنت عن منذ قليل ياسمين عبدالعزيز عن خبر انفصاله عن النجم عوضي عبر فيسبوك اللي يرد عليها الاخير بتأكيد خبر الطلاق المصرف في الحب والطيبة خسران وقالت ياسمين عبدالعزيز في استوريو انستجرام امس اخر كلمات منشورتها قبل الطلاق يوم عيد بيلادها اكبر درس اتعلمته في حياته ان المصرف بالطيبة والحب دائما خسران طلع ياسمين عبدالعزيز وحمد العوضي اعلن الفنان احمد العوض عن طلاقه من الفنان ياسمين عبدالعزيز بعد دقاق من اعلانات خبر طلاقهما عبر صفحات الرسمية بفيسبوك احمد العوضي بيننا كل الاحترام والتقدير واضاف احمد العوضي عبر فيسبوك تم التطلاق الرسم بينه وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير يذكر ان احمد العوضي احتفل امس بيج ميلاد الفنان ياسمين عبدالعزيز حيث وجه له رسالة عبر الفيسبوك قائلا كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي والعمر كله في صحة وهنا وسعادة ونجاح شهد اول تعليم من احمد العوضي بعد اطلاقه الفنان ياسمين عبدالعزيز اعلان النجمان احمد العوض وياسمين عبدالعزيز عن طلاقهما يوم امس التلتاء وذلك عبر منشورين على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حسابهما على انستجرام اعلنت الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز وانطلعا من الممثل احمد العوضي وكتبت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابه على فيسبوك تم اطلاق الرسم بينه وبين احمد وبيننا كل الاحترام والتأدير دوره اعلن احمد العوضي في منشور على صفحته على فيسبوك عن الطلاق قائلا تم اطلاق الرسمي بينه وبين ياسمين وسيظل بينا كل الاحترام والتقدير والحب والمؤدة وتدول عددا كبيرا من جمهور النجمين خبر انفصال الزوجين معبرين عن اندهاشهم من طلق السناء الفني خصوصا مع عدم موجود اي بوادر سابقة للخلافات بينهم لكن الامر الاكثر اصارة للجدل هي نبوة حبيدة الابراج اللبنانية لالا عبداللطيف التي توقعت انفصال السناء في عام عشرين اربع وعشرين وعلق احمد العوضي على هذه التوقعات حينها بعبارة كذب المنجمون ولو صدقوا مشككا في هذه التنبؤات ورفضا لها تماما اول تعليم من الدكتور اشرف زكي على صورة بين ياسمين عبدالعزيز وحمد العوضي نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قبل طلقها بساعات على خاصية الاستوري بمواقع السور انستجرام ان المصري في الحب دائما خسران حديث ياسمين عبدالعزيز عن الحب والطيبة والان عزيزي المشاهدين اعتقد ان انوصلنا لنهاية الحلقة ولكن قبل انويا حديثي ساعترع عليكم سؤال واتمنى منكم المشاركة باراقكم في التعليقات ما هو سبب مرد الفنانة احمد العوضي لا تنسوا ان تشاركوا باراقكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل فيديو من اجل دعمنا وفي النقاء اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد بنقدمه اول باول وقبل من انهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبيه ترجمة نانسي قنقر